تعلمون أن مصر فازت على زيمبابوي في أولى مباريات منافسات كأس أمم أفريقيا بهدف للا شيء لكن حديث الناس كان عن قصة وصفت بالتحرش اللفظي بين عارضة أزياء مصرية وعدد من لاعبي المنتخب المصري ميريهان كيلر عارضة أزياء مصرية لها حساب على إنستجرام نشرت في هستوري لما تقول إنه تحرش لفظي من قبل أربعة لاعبين في المنتخب المصري هذه صورة من الفيديو الذي نشرته وتظهر أسماء أربعة لاعبين هم عمر وردة أحمد حسن كوكة وأيمن أشرف ومحمود حمدي تكمل ميريهان الفيديو وتقول إن أولئك اللاعبين ظهروا على حسابها بعد أن حملت قصة أو ستوري لكن يظهر في الفيديو حساب عمر وردة ويبدو أنه يرسل أو يريد التراسل معها كما يظهر هنا في أسفل الفيديو كذلك محمود حمدي لكن لا يظهر شيء عن اللاعبين الآخرين كوكة وأيمن أشرف يبدو أن هذه الجملة التي أوحت ميريهان أنها من عمر وردة هي التي صبت الزيت على النار تقول لك واحد من الأسدزة يبعت يقول لي أنا حعرف أجيب رأمك وأنت ما تعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني وهكذا قالت ميريهان طبعا لا يمكننا التأكد من هذا الفيديو أو محتواه نحن نتناول ما جاء فيه فقط الفيديو انتشر بسرعة على وسائل التواصل وأثار ردود أفعال كبيرة علي عين مكتوف يقول التحرش لفظيا جديد على مواقع التواصل وغير وارد كل التوفيق للمنتخب المصري في مشواره نحو اللقب الإفريقي أما أحمد عزيزي يقول حج لإخراج اللاعب من المباريات نظرا لأنه لاعب متميز ولا شك أنه أخطأ ولكن يجب أن يكون العقاب خارج إطار المباريات ربيع يقول تحرش؟ هو لما بنت تعمل إشارة لللاعب مشهور ويرد على ستوري بهاهاهاها كده تحرش؟ زوبعة لضرب استقرار المنتخب المصري أما عبد الله أحمد يقول الواضح جدا عدم تركيز في بطولة مصروف عليها من الدولة والناس منتظرة أي حاجة تفرحهم والسهر على النت حتى الثانية صباحا والتحرش أو المعاكسات السخيفة موجودة مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة إيهاب لهيطة أكد أن التصريحات الإعلامية هو طبعا صرحة للإعلام يقول أنها موجودة لكن ليست بهذا الحجم المثاروقة ليست إشاعات بل نتيجة مواقع التواصل الأمور أصبحت صعبة مؤخرا لقد تحدثنا مع جميع أعضاء المنتخب وتحدث معهم خافير أغيري بعد الفطور وقال لهم يجب أن تركزوا وتبتعدوا عن هذه الأمور فأنتم لاعبون كبار انتشرت أنباء عن سحب الموبايلات من اللاعبين خلال المعاسكار لكن إيهاب لهيطة نفى ذلك وكذلك نفى أن يكون هناك أي تحقيق في الواقع بعيدا عن هذه الواقع إنسوها لأن المنتخب المصري يجري تمريناته استعدادا لمباراة الأربعاء التي سيلعب فيها مع منتخب الكونغو في ملعب القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى في حال فوزه بهذه المباراة أتحدث مع الكونغو سيتأهل لدوري الستة عشر ترجمة نانسي قنقر